الاكسبوجر تايم هو البرامتر التاني في الاكسبوجر بالاضافة للميلي أمبير هما الاثنين مع بعض الميلي أمبير ساكند معنا صح بيحددوننا الكوانتوتي بتاتل اكس ري بيم طبعا يعني كل منا رفعت الميلي أمبير او رفعت الاكسبوجر تايم بالساكند كل منا زودت الكوانتوتي بتاتل اكس ري يعني خليت الصورة بتاعتي تبقى عدد الفوتون الافكتف اللي بتعمل الصورة بتبقى أكبر ففي الاكسبوجر تايم بيسيكلي هو عبارة عن حاجة زي سويتش يعني عبارة عن حاجة زي موقت كده يعني حاجة بتشتغل لوقت محدد وتقفل بعد كده السيركت بمعنى انها دلوقتي بتخيل مسأك انها يعني مثلا أنا بشغل حاجة لفترة معينة بعمل توقيت لفترة معينة وبعد التوقيت دوت الاكسبوجر قاص بينتهي فبيبقى فيها عندنا انواع مختلفة من الاكسبوجر تايمرز ممكن بعض منها يبقى بايلكترونيك كنترول مايكرو بروسيسور وده طبعا الحاجات اللي بتبقى الحديثة كلها بتبقى معمولة كده وتقدر تعمل لنا اكشوالي فيري تايت كنترول يعني تخلي لنا كنترول ممكن يبقى ابتو وان ميلي ساكن يعني ممكن اتحدد الاكسبوجر تايم بالميلي ساكنز وده طبعا بيبقى فيري اكيرت بيبقى جنريتي بطريقة فيري اكيرت كان زمان في عندنا ميكانيكال تايمرز الميكانيكال تايمرز زي التايمرز تتساعمل مثلا في الحاجات اللي هي المعتادة مثلا اللي هي الابلاينس الموجودة في البيت او حاجات زي كده بيبقى يعني بتبقى بايسيكلي بيبقى حاجة بعمل لها مثلا روتيشن بشكل معين وبعد كده بتبتقي ترجع ولما ترجع خلاص بتشويتش اوف الاكسبوجر فده طبعا مهواش فيري اكيرت وطبعا الحالين هنلاقي ان الالكترونيك اكسبوجر تايمرز هما اللي موجودين دومينانتلي في الديزاينز الجديدة فبايسيكلي احنا بنتكلم على الالكترونيك تايمرز ممكن بفي عندنا حاجة اكشولي اسمها الميلي امبير ساكن تايمر الميلي امبير ساكن تايمر بيمونيتور the product of the ميلي امبير and exposure times يعني بايسيكلي بدل ما انا اعمل بس تايمينج وخلاص لأ انا ممكن انا اقول ان انا عايز ميلي امبير معينة تمشي داخل الاكس راي تيوب فممكن ان انا اخد قياس للميلي امبير وده بيتعامل اكشولي في الهاي فولتج ساكن من الهاي فولتج جنريتور والكترونيك اللي بيقى داخل المايكرو بروسيسور احسب الميلي امبير دوت على فترة معينة بحيس ان انا اتأكد الميلي امبير ساكن اللي انا محتاجه فعلا عدة في الاكس راي تيوب فده الحقيقة الميلي امبير ساكن تايمير ده بيبقى اكشولي بيبقى مور اكوريت عن ان انا بس مجرد ان انا بعمل تايمينج ومش عارف اصلا الميلي امبير اللي ماشي داخل التيوب بيساوي كم فبنتكلم على طبعا حسب الديزاين بتاع السيستم كل ما كان السيستم احدث كل ما كان فيه خصائص بتخلي الاكسفوجيا ليبقى مور اكوريت عن الانظمة القديمة اشتركوا في القناة